يا عبد المطلب يا عبد المطلب جاء عبرها يريد هدم الكعبة يقول هذا الرجل إنه جاء على فيل عظيم يريد هدم البيت العتيق ووراءه جيش عظيم ما عرفت العرب مثله من قبل عدة وعددا من أنت يا أخ العرب أنا من الجنوب يا سيد العرب أنا من قبيلة ناهس أهلا بك أهلا بك أخا كريما وضيفا عزيزا أخبرنا ما العمر أنتم تعلمون بأمر القليس هو أن العرب قد رفضت الحج إليه عجل نعلم يا أخ العرب لم يحج إلى بيت أبرها عربي واحد فجن جنون الحبشي وأقسم لا يسيرنا إلى مكة ويهدمنا الكعبة وجه جيشا كبيرا يتقدمه فيرا عظيم لهدم الكعبة في إله وما الفيل يا أخ العرب الفيل يا قوم حيوان أضخم من الجمل كبير وكأنه ضار أرجله كجذوع النخي إلهي وله أنف عظيم بطول خمسة أذرع يحرك كيف ما يشاء وكأنه ثعبان ضخم وله نابان محقوفان كالقوس تحت أنفه يبطش بهما كسيفين حادين كفى يا رجل لقد أخفت الناس ما الفيل يا قوم وقد في قومه وسائر قبائل العرب أن هب ودافع عن بيت الله الحرام فتسامعت قبائل العرب لداءه وجاءت ملبية يتقدمها ذو نفر ومن معه لقتال أبرها وقاتلوه اقتالا عظيما وهل انتصروا عليه لا يا عبد المطالب لا لم ينتصروا فجيش أبرها أقوى منهم هزم ذو نفر ومن معه وأخذ ذو نفر أسيرا وأسامه سوء العذاب وأدله أمام أهله وأمام قومه لن تنسى لك العرب ذلك يا دانقر فقد قمت بواجبك نحو البيت العتيق ونحو قومه لن تنسى قريش لك ذلك يا دانقر ومن قاتله أيضا يا أخ العرب قاتله في الشمال رجل من أشراف اليمن اسمه نفيل بن حبيب الخفعمي راد في قبيلة خفعم وقبيلة ناهس وجميع القبائل المجاورة فجاءت جميعا وقاتلت ولكن أبرهة اللعين انتصر أيضا وأخذ نفيلا أسيرا لديه ولم يكتفي بذلك يا عبد المطلب بل أرغم نفيلا أن يكون دليله إلى مكة وأن تدين له خفعم وناهس وأن تتبعه في قتاله ولا تخالف له أمرا يا للمصيبة يا للمصيبة ألم تستطع قبائل العرب على كثرة عددها أن تقف في وجه هذا الظالم المعتدي لا يا عبد المطلب لا فالقبائل العربية متفرقة وقوتها ضائع حتى مدينة الطائف قد ردخت له ألم يقاوم أهل الطائف لا أخافتهم قوة جيش أبره فلجأوا إلى المداهنة حتى ينجوا من شرك وماذا فعلوا؟ خرجوا إليه مسالمين وقالوا له أيها الملك نحن قوم المسالمون لا نريد قتالك فالكعبة ليست في أرضنا إنها في مكة ولا يهمنا أمرها ولم يكتفوا بذلك يا عبد المطلب بل خرج منهم رجل اسمه أبو رغال وتقدم متطوعا ليدل على الطريق إلى مكة عليك اللعنة يا أبا رغال عليك اللعنة وأين أبرها الآن؟ إنه الآن في طريقه إلى مكة وقد سنحت لي فرصة فهربت وجئت إليكم لأدلكم ولا يحذركم فهو قادم لهدم البيت هو مصمم على هدم الكعبة إذن ولن نثنيه عن ذلك إلا الموت أو جيش قوي كبير يرده إنه عنيد وقاس القلب ويرى أن القليس الذي بناه أفضل من العرب وكعبتهم أعلنوا الخبر في أهل مكة وليحضر سادة قريش للتشاور بالأمر أما أنت يا ربيعة فاختر رجلا يتحسس لنا أخبار جيش أورها هيا يا رجال هيا فالبيت العتيق رمز شرفنا وكرامتنا في خطر اشتركوا في القناة